يرغب الفلسطينيون النازحون في مخيمات مؤقتة للاجئين في غزة في أن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم في العام الجديد بعد 12 أسبوعا من الأدوان الإسرائيلي الوحشي على القطاع وتفرض إسرائيل منذ 7 من أكتوبر حصارا محكما على قطاع غزة ما تسبب بنقص حاد في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والدواء عام قاتم مر على سكان قطاع غزة جراء عدوان إسرائيلي غاشم في ظل غياب أي مؤشرات على إمكان وضع حد قريبا لهذا العدوان منذ نحو ثلاثة أشهر لم تهدأ الغارات الجوية الإسرائيلية ولم تتوقف المعارك البرية فيما يسود اليأس بين سكان القطاع المحاصر الذين يعانون تداعيات الحرب اليومية وبالرغم من ذلك يأملون في وضع حد للمعاناة مع قدوم العام الجديد ولا تكفي قوافل المساعدات اليومية التي تدخل القطاع لتخفيف معاناة السكان ووفق الأمم المتحدة التي أشارت إلى نزوح أكثر من 85% من سكان غزة البالغ عددهم 42 مليون نسمة ومع إعلان الأمم المتحدة أن غزة على بعد أسابيع فقط من الدخول في مجاعة حذرت منظمة الصحة العالمية من الخطر المتزايد لانتشار أمراض معدية مع تعهد قادة الاحتلال بأن الحرب ستستمر أشهرا عدة ما يزيد من أمد المعاناة بالقطاع الذي شهد دمارا واسعا